اشتركوا في القناة عن خالص التهاني والتمنيات بأن تشهد هذه الدورة الرياضية العالمية النجاح المنشود وتحقيق تطلعات شعوب العالم في التنافس الرياضي وسط أجواء مليئة بالمحبة والتآخي متمنيا سموه لفخامة الرئيس الصيني دوام الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية الصديقة بمزيد من التقدم والازدهار كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد لي كي تشانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر